اشتركوا في القناة وليل أحد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمنحهم رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف الأمامية مؤكدا معالي أن هذه الخطوة الكريمة تعبر عن شكر وعرفان مملكة البحرين قيادة وشعبا بالجهود الكبيرة التي يبدلها العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهم رغم التحديات وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى أن العاملين في الصفوف الأمامية يمثلون بجهودهم وإخلاصهم الولاء والانتماء والتضحية للوطن وهو ما يستحق من الجميع الفقر والاعتزاز بدورهم الوطني الكبير مؤكدا أن القيادة الحكيمة حفظها الله سباقة دائما لدعم ومساندة وتشجيع الجهود الاستثنائية المخلصة التي تساهم في حفظ مكانة المملكة وأنجازاتها على كافة الأسعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر